وعشان كده فالتعلم الحقيقي دي هو أركان وعشان كده لازم نتعلم أركان التعلم الحقيقي اللي هو الطالب والمعلم والكتاب والمنهج كمان ولازم يكون الجو العلمي وعشان كده لازم ننمي في أولادنا إجراءات بسرعة التعلم من كل شيء حوالينا ومن المواقف اللي بتمر علينا تاني حاجة جربوا مع أولادكم سلوب التعلم المتبادل اتعلموا من أولادكم ومعلموا أولادكم تالت حاجة لازم نعملها كمان واحنا بنتعلم بالتعلم المبادر مع أولادنا علموا أولادكم أنهم في معية الله وهم بيتعلموا وعلموهم أن كل شيء يستغفر ليهم أن الملائكة تطع أجناحتها لطالب العلم رضا بما يصنع علموهم أن الحتام في الماء تستغفر لهم علموهم أن الكون كله في حالة من حالات التناغم معهم وهم بيتعلموا لما تعلموهم كده أظن العلم يبقى لي معنى تاني في حياتهم والعلم يبقى حلاوة الحياة لأن العلم حياة